الأوراعة عملت والأهلي بالتأكيد خلاص عرف هيواجه مين في مرحلة الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور الـ 32 وتحدد أن الأهلي يلاعب الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي جيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي يلعبوا في شهر 9 ده الدور التمهيدي الأول والفائز بينهم يلاعب الأهلي اللقاء الأول هيكون أحد أيام 7 أو 8 أكتوبر في إما رواندا أو تونس يعني على حسب الفائز بينهم اللي يلاعب الأهلي ولقاء العودة في مصر أحد أيام 14 أو 15 أكتوبر وبالتالي يبدأ الأهلي مشواره الإفريقي بإذن الله أحد أيام 7 أو 8 أكتوبر سواء في تونس أو في رواندا وبعدها بإذن الله هيلعب لقاء العودة في القاهرة وبإذن الله ينتصر ويفوز ثم يتأهل لمرحلة دور المجموعات اللي هتكون في شهر 22-23 طيب الزمالك في الدور التمهيدي الأول اللي هو دور الـ 64 هيواجه أليكت سبور التشادي هيلاعب بطل تشاد وفي حال فوز الزمالك هيقابل الفائز ما بين الاتحاد الليبي وبطل رواندا أو بطل بروندي الزمالك لو كسب بطل تشاد هيلاعب في دور التمهيدي الثاني الفائز ما بين الاتحاد الليبي وبطل بروندي ومن خلال شاشة قناة الأهلي وأنا عارف الأخوة والأشقاء في ليبيا دايما المتابعيننا بتوجه لهم بأدق التهاني والمبركة لمسؤولة الاتحاد الليبي على الفوز بالدور الليبي والمنافسة القوية اللي كانت موجودة في الموسم الماضي وقدر الاتحاد الليبي يقدر يفوز به بطولة الدور الليبي في الموسم المنقضي اللي لسه منته منذ أيام ما قليلا وكان فيه احتفالات كبيرة جدا بالنسبة لجماهير الاتحاد الليبي طيب ده بالنسبة للأهلي والزملك سانداونز على فكرة معفي وهيلعب دور تمهيدي تاني وهيلعب الفائز ما بين بطل سيشيل وبطل جزر القمر والوداد هيلعب الفائز ما بين بطل النيجر وبطل ليبري طيب نروح لكاس الكنفيدرالية وعندنا فرقيتين بيرامدز معفي أيضا لأنه يعتبر تصنيف رقم اثنين بعد نهضة بركان وبالتالي من ضمن أكتر 14 نادي معفيين من الدور التمهيدي وهيلعب الكسبان ما بين هلال الساحل السوداني مع جيتا جولد بطل تنزانيا يبقى بيرامدز بينتظر في شهر أكتوبر الفائز ما بين هلال الساحل السوداني وجيتا جولد بطل تنزانيا في المقابل فيوتشر في أول سنة مشاركة في الكنفيدرالية بالتوفيق يا رب لي إدارة ونادي وجهاز ولاعبي فريق فيوتشر بالتوفيق في البطلات الكنفيدرالية هيلعب في البداية في الدور التمهيدي الأول مع فريق بطل أغندا بيركبول بطل أغندا والفائز ما بين بيركبول وفيوتشر هيلعب بطل بنين أو بطل سيرليون وده هيكون لقاء التمهيدي الثاني يوم 16 أكتوبر لقاء العودة بإذن الله كل التوفيق للفرق المصرية الأهلي زمالك بيرامدز وفيوتشر ونشوف نتائج جيدة في البطلات الإفريقية آخر حاجة